اهتمام حكومي بالخطوات التي تعمل عليها إدارة صندوق العراق للتنمية الاجتماع الثاني لإدارة الصندوق ناقش المعايير القانونية والفنية الخاصة بتوقيع العقود مع المستثمرين فيما يخص محددات التصاميم الهندسية وضرورة ملائمتها للأجواء العراقية إلى جانب تلبيتها لمتطلبات البيئة اجتماع الثاني خلال هذا العام وهذا خلال هذا الشهر وهو ركز على موضوع طرح مشروع المدارس الاستثمارية للقطع الخاص وآلية الطرح والأسعار والمواصفات التي سوف يطلبها الصندوق من المستثمرين لكي نبدأ بهذا المشروع الذي نعتبره أول برنامج للصندوق ويعتبر من أهم البرامج وإضافة إلى المعايير المعمارية والجمالية ومواصفات البناء والسقوف الزمنية وأسبقيات التنفيذ والتوزيع الجغرافي فإن إنشاء صندوق التنمية يدعم التوجهات الحكومية الخاصة بتعزيز الاستثمار عبر استقطاب رؤوس الأموال لتشغيلها في مشاريع تنموية عملاقة وفق مختصين تأسيس الصندوق للعراق للتنمية جاء مسجما تماما مع توجهات الحكومة بدعم وتطوير وتمكن القطاع الخاص لأنه سيسم في خلق بيه استثمارية جاذبة للاستثمارات كما سيسم في استقطاب رؤوس الأموال موجودة لدى القطاع الخاص وتشغيلها في المشاريع الاستثمارية أهمية المشاريع حقيقة ستكون مشاريع استراتيجية هذه المشاريع طبعا برمتها بالتأكيد ستمر من خلال وزارة التخطيط على أعتبار أن الوزارة هي معنية بعمليات الإدراج وتوفير متطلبات الإدراج ودراسات الجدوى للمشاريع ولإدارة صندوق التنمية ست مهام رئيسية تتوزع بين عدة قطاعات اقتصادية منها إنشاء مدن صناعية وبناء مدارس وإقامة مشاريع زراعية وإسكانية إضافة إلى التحول الرقمي في القريب العاجل ستطلق حزم لمشاريع هي الأولى من نوعها في البلد وفقا للقائمين على هذا الصندوق أثير عادل العراقية الإخبارية بغداد